رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورنا النهاردة في الستوديو الكاتب والناقد الأستاذ ماهر زهدي واللي هنتكلم معاه عن كتابه فاتن حمامة سيرة درامبية هيكشف لنا من خلال كتابه عن أهم المحطات في حياة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وزي ما قلت لكم حقيقي احنا النهاردة سعادة اننا بمتكلم عن العملاقة والأستاذة فاتن حمامة أهلا بحرّتك أستاذ ماهر منورنا إيه اللي كنت حابب تظهره أو تبرزه في مشوار سيدة الشاشة فاتن حمامة من خلال كتابك طبعا هو كان مهم قوي يعني أني أوضح للأجيال الجديدة والناس اللي هي ما شافتش فاتن حمامة أو ما حضرتش بداياتها طبعا إن إزاي هذه الفنانة الجميلة يعني الوعية جدا بمعنى كلمة فن إزاي صنعت نفسها وإزاي عملت هذا التاريخ الطويل منذ أن كانت طفلة يعني خمس سنوات إلى أن يعني قدمت آخر أعمالها إزاي هذه الرحلة فاتن حمامة صنعتها وكانت لها بصمة قوية جدا في كل مرحلة من مرحلة ما كانتش مجرد فنانة سايبة نفسها للوسط الفني اللي اختارها في الدور واللي حطها في الدور مش عاجبها أو إن حاجة مش مناسبة لها لأ كانت حريصة جدا إنها تعمل تاريخ مشوار تاريخ يعني يابتخر بيه بالزبط وإن كمان إن هي تقول إن هي هو ده يعني الفن أو هو ده إزاي إن الفنان يبدأ مشواره ويستمر فيه بالطريقة دية مش مجرد يعني هي ما كانتش قصدة أو في دماغها إن أنا هعمل تاريخ فاتن حمامة لا يعني هي كانت عايزة تقول أنا فنانة وعايزة أقدم فن وعايزة يبقى بالشكل ده هي مش فنانة عادية هي مش فنانة عادية فاتن حمامة